الذين ركبوا موجة الحراق ورفعوا الأسقف السياسية إلى المدى الذي كان واضحاً أن المطلوب هو تنفيذ انقلاب سياسي وأخذ ثارات سياسية وتحطيم المؤسسات والذهاب البلد إلى الفراغ كل هذا الأمر أوجد حالة من التوتر النفسي والعاطفي والهياج والغضب في العديد من الشوارع الذي يجب أن نتوقف عنده هنا والذي له قيمة كبيرة أن الذي منع الذهاب إلى الفوضى وإلى الصدام هو مستوى الوعي والانضباط والسيطرة على الأعصاب